أهلا وسهلا بحضراتكم قراءة في المشهد السياسي المفكر الكبير الأستاذ دكتور عبد حليم أنديل مساء خير يا دكتور أهلا وسهلا شرفت ونورت مساء النور دكتور الحقيقة الأيام الأخيرة شهدت تطورات كتير سواء على صعيد المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية واللي شئنا ولا أبينا هي مش مقرد انتخابات رئاسية بتجري في أي دولة من العالم وكناش اهتمينها لكن أمريكا غير وتأثيراتها في مجرئات الأحداث في بقاع شتى من العالم غير فعشان كده العالم كله بيتابعها ترقبا لمن سيفوز بيها أو على صعيد التحاولات المهمة اللي حصلت كمان في العدوان الإسرائيلي على غزة وبداية فتح جبهة الشمال مع حزب الله خليني الأول أسمع رأي حضراك لأن حضراك ما كناش موجودين الأسبوع اللي فات في خبر تنحي بايدن وتولي كاملة هاريس بدلا منه سباق الترشح رأيك في قرار تنحي بايدن وفرص كاملة رغم حربها مع الزمن لديق الوقت وأن سحاب بايدن كان مضافة خاصة بعد إعلان المتبرعين الأساسيين لحملة الحزب الديمقراطي توقفهم عن التبرم صحيح وطبعا شاهدنا حملة في كافة التجاهات حتى من نجوم اليود المؤيدين تقليديا للحزب الديمقراطي فرجل وضع حشرة في الزاوية ومن لم يكن أمامه وغير لانسحاب طبعا هاريس كاملة هاريس نائبته صارت الآن مرشحة شبه رسمية للحزب الديمقراطي بانتظار المؤتمر الحزب الديمقراطي في 22 أغسطس أو في شهر أغسطس في العشر أيام الأخيرة من شهر أغسطس يفترض أن تكون المرشحة رسمية وطبعا تتعامل مع نفسها ويتعامل معها الإعلام ويتعامل معها منافسها دونالد ترامب كأنها مرشحة نهاية صحيح لبدأت جمع التبرعات في اليوم الأول وبدأت جمع التبرعات وتدفقت التبرعات زادت التبرعات على المتين مليون دولار في أوائل أيام هل ستكون هاريس أفضل أو أكثر كفاءة في مواجهة دونالد ترامب يبدو هذا صحيحا أولا هي أصغر سنة في أوائل خمسينيات من عمرها أتنين هي ملونة من أصول هندية أفريقية كما هو معروف وطبعا هي متزوجة من محام يهودي ففيها أوصاف مركبة تتيح لها حوض معركة لها جمهور يعني كونها ملونة طبعا بيجتزب تقليديا عناصد كثيرة في المجتمع الأمريكي كونها وسيقة سيدة هذا جديد طبعا ليست أول مرة هيلاري كلينتون ترشحت ضد دونالد ترامب أيضا في 2016 أتذكر أنه هيلاري كلينتون وربما تكرر ذلك كامالة هاريس فازت على ترامب في المناظرات الثلاث التي جرت بينهم أتصور أيضا أن في المناظرتين الثانية والثالثة التي تنتبقتها سوف تفوز كامالة هاريس هي أكثر حيوية بتكلم كويس في نفس الوقت عندها لهجة هجومية تصلح للتعامل مع أشخاص مثل دونالد ترامب طبعا عنوان لهجتها الهجومية ظهر مؤخرا في فكرة أنها كانت مدعية عامة في ولاية كاليفورنيا ودي أغنى الولايات الأمريكية فهي بتتقدم في صورة المدعي العام ضد المدان جنائيا يعني ضد المجرب يعني فكرة فبدأ السباب من الآن التقليدي يتحدث عنها ترامب وأهله وحملته باعتبارها مجنونة وهي تتحدث عن ترامب باعتباره معتوه فهناك طبعا توقع أن تفوز في المناظرات هذا صحيح طب قبل التوقع في المناظرات هل أولا تستطيع كاملة هاريس بشخصيتها الوضح ملامحها لينا مقاومة الحالة الترامبية اللي هو ممكن يفت على أي شيء وضرب تحت الحزام ودخول في أعراض ولسان سباب يعني كل شيء متابع هي لسانها منطلق أيضا ويبدو أنها عودت نفسها أو أهلت نفسها لمواجهة ترامب على هذا الصعيد لكن هل يكون فوزها المتوقع من وجهة نظري في المناظرات وفي الكلام عموما وثم في التدفق المالي الهائل الذي أحاط بها كافيا لأن يصل بها إلى البيت الأبيض هنا قد نكون بصدد ريبرتوار يعني إعادة لما جرى في 2016 نعرف أن نظام الانتخابي الأمريكي نظام مركب هناك تصويت شعبي ثم هناك نظام المندوبين أو الكلية الانتخابية المجمع الانتخابي فيه مندوبين لكل ولاية بمعنى إيه؟ بمعنى أنه الذي يفوز في ولاية معينة بخمسين في المئة زائد واحد يأخذ أصوات كافة المندوبين صح وهنا يبدو الفارق يعني تظهر المفارقات وهذه المفارقات حدثت طبعا في صدام هيلار كرونتو مع دولند ترامب فازت تعبية أي أن مجموع الأصوات التي تحصلت عليه يفوق الأصوات التي تحصل عليها دونالد ترامب بملايين لكن ترامب هو الذي ذهب إلى البيت الأبيض بسبب غلبة المندوبين أعداد المندوب الولايات في المجمع الانتخابي صح وطبعا لم تكن وقعت هيلار كونتو أول مرة ألجور مثلا الذي كان نائبا لكلينتون سبق أنه حقق مثل هذا التقدم في التصويت الشعبي لكن لم ينلحظه في أصوات المندوبين هذا الفكرة المندوبين تزيد أهميتها في هذه الانتخابات وفي الانتخابات التي مضت أيضا بين بايدن وترامب معنى أن هناك ما يسمى الولايات الحارجة أو المتأرجحة يعني فيه ولايات تصوت تقليديا لصالح مرشح الحزب الجمهوري وولايات أخرى تصوت تقليديا لصالح الحزب الديمقراطي هناك ولايات في الوسط قد تصوت لهذا أو ذاك بحسب الأحوال والولايات المتأرجحة هي التي تحسن أعداد المندوبين في المجمع الانتخابي النهائي يعني مثلا نتذكر أن جورجيا وهي من الولايات المتأرجحة كان الفارق بين بايدن وترامب عشرة ألاف صوت ورغم ذلك طبعا كانت حاسمة جدا في فوز بايدن بايدن كان يتمتع بتصويت الأجيال الجديدة وقتها هارس تبدو أكثر تأهيلا للتمتع بهذه الأصوات هذه المرة فيما يخصنا نحن طبعا القضية الفلسطينية والأمريكيين من زاو الأصول العربية والمسلمة بذاتهم ليسوا قتلة مرجحة لفوز أحد لكن في الولايات المتأرجحة ولهم وجود فيها في ميتشجن وغيرها قد تكون هذه الورقة الرابحة وتركز عليها هارس من الواضح جدا في لقاءات نتانياهو مع بايدن ثم مع هارس ثم مع ترامب واضح جدا هذا الفارق فارق اللغة يعني بمعنى هي لا خلاف بين أي مرشح أمريكي سواء من الحزب الديمقراطي أو من الحزب الجمهوري من زاوية اعتبار إسرائيل بقرة مقدسة ولذلك تلحظ أن تعبيرا مثل أمن إسرائيل وكذا يتصدر المشهد دائما لكن هناك اختلافات في اللغة بمعنى أنه تبدو هارس أكثر معقولية مثلا حين نتحدث عن عذاب الفلسطينيين عن معاناة الفلسطينيين عن ضرورة وقف الحرب عن حتى شعر في القلوري حل الدولتين بينما يبدو ترامب على طريقته الفجة يعني قال لنتانياهو مثلا أنه هارس خانت إسرائيل ولا يجوز اليهودي أن يعطي صوته لها يعني زي يهودي يعطي صوته دي أهانة إسرائيل فأهانة إسرائيل في إيه؟ لمجرد أنها تحدثت عن ضرورة وقف الحرب هل يعني ذلك أنه لدى الوصول إلى البيت الأبيض سوف تختلف الممارسة لا أظن يعني إلا لأنه طريقة ترامب طريقة المقاول طريقته في يعني مثلا تجعله حتى في تصرحاته متناقض بصدد القضية الفلسطينية وبصدد حرب غزة يعني يقول لك أحيانا أنه إسرائيل خسرت معركة العلاقات العام يعني سودت وشنا في العالم والجرائم والإعبادة الجماعية وكذا وكذا وفي نفس الوقت يقول لك لا بد من إيقاف هذه الحرب بأسرع طريقة تقديري أن عين المرشحين كما كانت عين بايدن وعين ترامب على فكرة ما بعد حرب غزة اللي هي فكرة توسيع نطاق اتفاقات إبراهام باتجاه دولة عربية معينة قبل الوصول لنتيجة انتقابات أمريكا فكرة أنه كتير من الناخبين والمواطنين الأمريكان كانوا لا يجدوا ضلتهم لا في ترامب ولا في بايدن وكان الانتقاء ساعتها كان سيبقى انتقامي أنه أنا مش عايز ده ولا ده بس ده أحسن الوحشين وجود كاملة هارس الآن ربما يجدوا ضلتهم فيها لا هي طبعا تخاطب هذا الميل لدى الناخبين يعني بدليل أنها بدأت تصف دونالد ترامب أنه العجوز المعتوب أصبحت هي شابة بفارق السن يعني فأتت دور على ترامب لكي يعير بتقدم سنه الملسنة كما قلت هي بتعف تتكلم وأكثر طلاقة بكثير من بايدن وممكن بالبلد كده تكله في المناظرات كما فعلت هيلاري كلينتون قبل كده رغم تقارب السن بينها وبين ترامب حالة بايدن كانت حالة خاصة جدا متعلقة بتدهور عقلي يعني وتدهور في الزاكرة وحاجات أخرى فاللكن ما هي القعدة التي يستند إليها كل طرف فيما يخصنا نحن اللي هي حالة الصراع مع إسرائيل القعدة التي يستند إليها الحزب الجمهوري هي ما يسمى المسيحية الصيونية المسيحية الصيونية يعني في اليمين الجمهوري أحد طياراته كان فيها حاجة اسمها حزب الشاي من سنوات وطيار اليمين المسيحي في الحزب الجمهوري هي فكرة قديمة جدا منذ نشأة أمريكا لما بدأ الأوروبيون في السيطرة أو في غزو أمريكا وفي إعدام الجماعي للهنود الحمر كانوا يرتكزون لذات الخرافات المنسوبة للطوراة من نوع مثلا أنهم كانوا يصورون حربهم ضد الهنود الحمر قتلهم للهنود الحمر وكانوا يرصدون مكافآت وطبعا جرى ذلك بكافة الأساليب من نشر الأوبئة إلى القتل المباشر إلى سلخ الجلد إلى أكبر جريمة في التاريخ خامت عليها أمريكا كانت تصدر هذه الجرائم أو يروج من فوقها أشياء تشبه ما قالوا نتنياهو أمام الكونجرس بمعنى أنه نحن هذه إرادة الله وهذه أحكام التوراة وهذه حرب العبرانيين ضد الكنعانيين خد بالك العبرانيين والكنعانيين في أمريكا يعني في الهنود الحمر هي نفس الأساطير الفجة التي تستخدم في غير تحسب ولا في تزوير التاريخ ولذلك هذا ما يفسر هذا التصفيق الجنوني في سرك القرن الذي أقام نتنياهو في الكونجرس الأمريكي طبعا الجديد الذي حصل لكي نتأمله في عمق الصورة هم التسعين نائبا من الحزب الديمقراطي الذين لم يحضروا طبعا قد يقول لك أحد وهذا صحيح أن التسعين نائبا ليسوا أغلبية في أعداد من النواب في 435 نائبا في مجلس النواب وفي مئة نائب في مجلس الشيوخ يعني 535 لكن هذه أول مرة تظفر فيها أو تكسب فيها القضيار الفلسطينية في الرأي العام الأمريكي سواء الشعبي أو الرسمي نسبة كبيرة جدا من الكونجرس يعني دائما ما كنا نقول أن هناك أصوات على الهامش نعم شموسكي أدوارد سعيد كذا إنما أصوات في صلب في المينستريم في التيار الرئيسي هذا جديد هذا هو الجديد الذي كسبته القضيار الفلسطينية أما السيرك الذي جرى فهو بسيط يعني بديهي جدا يعني الذين يعني يروجون لفكرة أمريكا كأرض الحرية والعلم على كل هذه الدماء أمريكا هي بأدقة تعريف هي القاتل الأعظم في التاريخ الحديث والمعاصر للبشرين ليس فقط في إقامتها في إقامة أمريكا فكرة الكوبوي وفكرة الرامبو فيما بعد بعد الحرب العالمية الثانية الشخص المنتفق غرورا اللي شايل المسدسات في كل اتجاه وبيطلق مئات الطلاقات في الثانية أو في الدقيقة هذه هي الفكرة وهذه الفكرة التي يتقدم بها ترامب في الحزب الجمهوري هناك مثل هذه الخرافة أيضا طيار اليمين المسيحي أو الصهيونية المسيحية هو الطيار ده بيعتقد فيه أنت عارف الدين مذهب السائد في أمريكا كما في بريطانيا أمها هو المذهب البروتستانتي فيه طيار يعدل أكثر تطرفا في المذهب البروتستانتي أول مذهب البروتستانتي عكس مارتين لوسر كتنجي حين بدأوا كراهة لليهود تحول فيما بعد بيعتبر الطورة هي المصدر الرئيسي صحيح وبيعتبر أيضا أنه بيؤمن بما يسميه طيار الإيذي أنجيليكنز ده بالعودة الثانية للسيد المسيح أن المسيح يرجع تاني في الألفية الثالثة بعد الميلاد وأنه لكي نهيئ الأرض للعودة الثانية للمسيح يجب أن يوجد اليهود على الوضع الذي كانوا عليه حين ظهر المسيح في أول مرة لكي يقتلهم خد بالك يعني لكي يقتلهم فالفكرة عباسية ورغم ذلك تجد من يقتنعون بها لأن انت تعرف لأنها بصمو في المصلحة ثقافة الكوكاكولا أي كلمة يعني وهنا ترامب بيعوم فوق بحيرة من أوهام من هذا النوع فوق تبنيت لفكرة حقيقية موجودة في التكوين الأمريكي الآن اللي فكرة تهديد أكثرية الجنس الأبيض في التكوين الأمريكي مفهو قبل عشرين سنة كان البيض يشكلون نحو سبعين في الماء أصبحوا الآن يكادون ينحادرون إلى حاجز الخمسين بالماء نتيجة تعدد الأعراق والأجناس التي وفدت إلى أمريكا كدولة هجرة ومن هنا هو قاعدته ثبتة ثبتة ويمكن الارتكاز عليها حتى لو كذب نهاء صباح مساء يعني لا شيء من هذا القبيل يؤثر نتوقف عن هذه النقطة نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع ونتحول إلى المشهد الذي اشتعل أكثر من ما هو مشتعل في منطقة الشرق الأوسط أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل تحدثنا في القسم الأول من الحوار عن سباق الرئاسة الأمريكي بعد التغيرات الجذرية التي حدثت بين سحاب بايدن واحتمالية وصول كاملة هاريس إلى كرسي سباق الترشح على المقعد الديمقراطي للبيت الأبيض نتحول الآن دكتور عبد الحليم إلى التحول المهم كمان اللي حصل في الصراع العربي الإسرائيلي في الشرق الأوسط كان الكل بيتحدث عن متى سيتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الآن السؤال تحول إلى هل سيكون هناك عدوان إسرائيلي على جروب لبنان بعد الصاروخ اللقيت الذي لم يعترف أحد بنسبه الصاروخ اللقيت اللي وقع فيه مجدى الشمس أول أمس وأصفر عن مقتل 12 شخص شخص إسرائيل اتعمت حزب الله بإطلاقه حزب الله نفت وقالت إحنا لم نطلق بنقول ولكن نتنياهو يبدو أنه أيا كان مطلقه واخده ذريعة لبداية فتح جبهة الشمال صحيح بالنسبة للمشهد في المنطقة في غزة بالنسبة لحوار الصفقة وهو متصل من شهور بنفس الطريقة يعني فكرة بث رجاء في المفاوضات وتعدد المفاوضات ناسين من يعولون ومن يرجون خيرا من هذه المفاوضات أن نتنياهو أحد أهم أسليبه هو التفاوض من أجل التفاوض دعنا نتفاوض ومن ثم هذا هو الذي تكرر في لقاء روما الأخير يعني وصفته هيئة الباس الإسرائيلية بأنه كان لقاءا لمجرد اللقاء صحيح بين كل المعنيين من الوساطة وإلى آخر أضاف شروطا هو يعرف مسبقا أنها لن تقبل وسوف تويق التفاوض ويقول ذلك الإسرائيليون المهتمون قبل غيرهم أيضا من الكونجرس ومن حفلة الكونجرس ومن هذا السيرك جاء من بيئة أو أتى من سياق يمكن تلقيصه يعني ديكارت الفلسوف الفرنسي الشعير كان يقول لك أنا أشك أنا إذن موجود هؤلاء يقولون أنا أقتل أنا إذن موجود هو طبعا عاد بهذه الروح فكرة الشعار الذي علقه فكرة النصر المطلق وهو يدرك أنه لا نصر مطلق ولا يحزنون وإنه في غزة لا هو قادر على تحقيق أهدافه الأساسية بعد مرور عشرة شهور إلى الآن لا قضاء على حماس وأخواتها ولا استعادة الأسرة بالقوى المسلحة ولا فرض حكم عاميل في غزة ولا حتى الهدف الذي لا يصرح به هو الهدف الجوهري وطرد الفلسطينيين من غزة إلى الخارج في نفس الوقت لا بد من وجود حرب ما فمن هنا أتت فكرة مجدى الشمس مجدى الشمس الصاروخ كما قلت هو صاروخ لقيت لا يعترف به أحد حزب الله يقصف على طريقة فكرة الحرب المحكومة الجارية بينه وبين إسرائيل التي يسمىها حرب الإسناد لغزة كل يوم لم يحدث ولا مرة واحدة أن أتى الطلقة في اتجاه لا يقصده حزب الله أيضا يمتاز في هذا الحرب الإعلان عن أي خسائر تجري له وهو يعلن عن شهداءه ويكرمه باعتبرهم شهداء على طريق القدس لم يحجب أي خسارة من أي نوع وهذا دأبه منذ وجد ثلاثة الصاروخ سقط فيه سقط في مجدى الشمس هل مجدى الشمس دي ينجمون أنهم مواطنون إسرائيليون طبعا نتنياهو وصحبه أتاهم الرد حين ذهب نتنياهو إلى مجدى الشمس معزيا فأوجه برفض شامل وبلافتات تصفه بأنه مجرم حرب وهذه بعض أوصافه وقبل كده طرد عدد من وزراء إسرائيليين واسموتر شغيرهم من الجنازة نقطة بين قسين دي مجدى الشمس تقع في مزارع شبعة وهي أرض لبنانية لكن للأسف هي تحت السيطرة الإسرائيلية منذ حرب 67 مجدى الشمس هي قرية من قرى الجولان السوري المحتل والجولان السوري أعلنت إسرائيل ضمه في عام 1981 ثم أتى دونالد ترامب لكي يؤيد ضم إسرائيل ومن ثم أن إسرائيل بتعتبر أن الجولان أصبح جزءا من مساحتها منذ هذه الفترة في هذا الجولان المحتل لأنه نعرف أن سوريا خاضت مع مصر حرب أكتور 1973 وكان أول خطوة بعد هذا الحرب ما يسمى فض الاشتباك في فض الاشتباك عاد إلى سوريا من مجموع الجولان القنيطرة التي كانت عاصمة الجولان مدينة القنيطرة ثم تبقت قرى في الجزء التي ظلت تحتل إسرائيل وهو الجزء الأكبر والذي أعلنت فيما بعد ضمه القرى دي أربع قرى درزية يعني يسكنها الدروز والدروز طبعا طائفة كبيرة جدا في المنطقة وفي العالم وفي كلام كتير عن أصولها لا وقت له إنما سوريا فيها أكبر عدد من دروز يعني فيها 700 ألف دروزية في السويدات وغيرها وفي هذا المكان في أربع قرى أكبرهم مجدى الشمس دي درزية وفي قرية عدوية اسمها قرية الغجر دي منسوبة إلى الجولان الغجر متنازع عليها ما بين لبنان وسوريا لكن كما نعرف بين لبنان وسوريا لا يوجد ترسيم للحدود حتى الآن حتى سوريا حتى قبل عشر سنوات لم تكن ماكن لها سفير في لبنان يعني دي تعقيدة خاصة بتاريخ سوريا مع لبنان لبنان كان جزء من سوريا بس في نهاية أرض عربية أرض عربية فالضحايا عرب نعم الضحايا عرب الأطفال أطفال اللي كانوا بيلعبوا كورة والصاروخ اللي تزعم إسرائيل أنه فلق واحد فمن التبجح نتانيا ورح يزره من حول وعرفة اسم الذي أطلق الصاروخ علي محمد يحيا يعني عرفة اسم اللي أطلق الصاروخ وما تقريتش تتصدى للصاروخ ولا في قبة حديدية ولا في باتريوت ولا في مقلع داود ولا أخره ثم بعد ذلك تتباكى على الضحايا لاحظ أنه في ذات اليوم حصلت مجزرة في غزة في خان يونس في مدرسة خديجة وإلى آخره راح ضحياتها المئات قتلى وجرح الولايات المتحدة الأمريكية باعتبرها رجع صادة أدانة ما يسمى الهجوم المروع في مجد الشمس بينما لم تلتفت من الأصل للمجازر المروع أبوها نفس سؤال بس يا دكتور عشان الوقت لماذا يحاول نتنياهو فتح جبهة أخرى في عين أن كل المحللين يقولك ليس من الحكمة فتح جبهتين للحرب في أن واحد شوف أنا قبل ثلاث أسابيع كتبت مقالا اسمه لا صفقة في غزة وقلت واحد اثنين ثلاثة وهيروح أمريكا والكنيسة هيتحل وستفتكون الكنيسة أصدي هيدخل إلى أجازته الصيفية وسوف لا يكون منعائق لأن نتنياهو ذهب إلى أمريكا باعتباره صانع رؤساء صانع ملوك في أمريكا فهو ببساطة شديدة نتنياهو فكرته الأساسية أن تتصل الحرب لقي يبقى اتلافه الحكومي حاكما وهو لم يعد يواجه أصلا مشكلات خاصة بالاعتلاف الحكومي لأن الكنيسة اللي وار برلمان الإسرائيلي لن يعود إلى الإنعقاد إلا في أكتوبر المقبل ومن ثم هو من الخطأ أن احنا في نظرتنا لما يجري في الداخل الإسرائيلي نتخيل أن هناك خلافات أساسية لا هم لا يختلفون على مبدأ إفناء الفلسطينيين لا يختلفون لكن الخلاف من أين أتى؟ أتى ببساطة بين القسم العسكري والقسم السياسي بسبب إخفاقات الحرب في غزة على مبدأ أن الهزيمة يتيمة ولا تجد أحدا تعلق الجرس في رقابته ومن ثم فهو لا يجد أمامه لامتداد حكمه غير مواصلة الحرب وطبعا يشكل حزب الله مشكلة كبيرة جدا إذ أنها واحدة من الإخفاقات الكبرى هذه أول مرة يحدث في التاريخ الإسرائيلي في الصراع مع العرب أن تقام منطقة آمنة عازلة داخل إسرائيل يعني منطقة شمال فلسطين محتلة أصبحت منطقة عازلة جال عنها السكان اليهود وذهبوا إلى تل أبيب وما حولها هذه أول منطقة عازلة في الداخل الإسرائيل كما نجحت غزة في إقامة منطقة عازلة مستمرة إلى الآن في مستعمرات غلاف غزة فهو ببساطة يتصور لنفسه أنه تشيرشيل روزفيلت وبطل تاريخي سوف يعيد لإسرائيل هيبتها وقوة رضعها قوة الرضع واستعادة قوة الرضع القائمة على عنصر التوقع والحسن والرضع أصبحت غير متاحة لإسرائيل هو يريد أن يجرب لأنه ببساطة ليس أمامه اختيار آخر لأنه هو يدرك ده معناها دلوقتي مش بس حزب الله ده معناها الصدام مع إيران طبعا لا ليس بالضرورة ليس بالضرورة أنت عندك حتين عندك عزم نتنياهو على إشعال جبهة لبنان له دوعيه المتعلقة بحيرته وباضطراب الداخل الإسرائيلي بعد صدمات سبع أبطول يعني لو فتحت دلوقتي إسرائيل ونتنياهو جبهة الشمال وفتحت حرب على حزب الله هل إيران ستترك دراحة العسكري بلا نجدة يتوقف الأمر على مدى هذه الحرب وطبيعة هذه الحرب هناك نوعان من الأهداف إما أهداف تخص حزب الله أو أهداف لبنانية عامة كالمطار المرفق المحطات الكهرباء الجسور إلى آخره إذا من حصلت الضربة وهذا ما أرجحه في أهداف تخص حزب الله أنا أعتقد أن حزب الله سوف يدوزن الضربة ويرد عليها بذات القدر على الجانب الإسرائيلي إذا كنا بصدد شيء من الذي جرى في الحديدة كفكرة النار اللي هي رسالة لكل الناس في الشرق الأوسط أو لإيران أو كذا أنا أعتقد وزي ما حصل قبل كده في الاعتداء على لبنان وضرب مصرفيه الحريري والكباري ببقى حصل 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 وممكن أن يحدث لكن الفكرة الأساسية كيف يصممون ردا التي تشغل المخطط الأسرائيلي كيف يصممون يوجد حزب الله دون أن يقود لحرب شاملة لكن طبعا خطأ في الحساب وارد بذات الخطأ في الحساب الذي جرى في واقعة مجدل سامس وفهو فخطأ في الحساب وارد هل أن الخطأ في الحساب سوف يقود حسبة حزب الله في تقديره أننا نخوض صداما مع كيان الاحتلال الإسرائيلي كحرب مساندة لغز وأننا لن نوقف النار إلا إذا توقفت الحرب بالإبادة الجماعية على غز هذا هو المبدأ هذا المبدأ سوف يتمسك به حزب الله وبالتقارير الإسرائيل ذاتها هي تتصور أن حزب الله بالنسبة له حركة حماس عشر قوة حزب الله وبالتالي إذا كانت حركة حماس وأخواتها فعلت بإسرائيل كل ما حدث في العشرة الشهور الأخيرة فماذا يمكن أن يفعل حزب الله فتقديري أنه سوف تحدث أنت عارف زمان كان الفرق الإسلامية بتتكلم عن حكمه مرتكب الكبيرة هو كافر ولا المرجاء يقولك حسابه عند ربنا ولا المعتزل يقولك في منزلة بين المنزلتين هي حرب بين الحربين يعني ليست حربا شاملة وليست الاشتباكات المقيدة في المساحة وفي العمق وفي الطريقة بين الطرفين الموجودة من عشرة الشهور شكرا جزيلا هو حرب في منزلة وسيطة شرفتني ونورتني مشكورك شكرا جزيلا لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله دكتور شكرا جزيلا